طالب المدعي العام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو ووزير دفاعه يواف جالاند وقال المدعي العام إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأنهما يتحملان المسئولية الجنائية عن جرائم ضد الإنسانية في غزة بدوره وصف عضو مجلس الحرب الإسرائيلي قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأنه في حد ذاته جريمة ذات أبعاد تاريخية فيما قال زعيم المعارضة يانير لابيد إن أعلان المحكمة بشأن أوامر اعتقال محتملة لنتنياهو وجالاند تعد كاريسة